جديد عن الابراج والنهاردة قررنا نحن نعمل فيديو عشان نتكلم فيه عن برج السرطان وهنتكلم عن حاجات لازم تحضر فيها في التعامل مع برج السرطان اذا فلو انت مهتم برج السرطان يبقى لازم تخلي بالك لشان برج السرطان الحاجات اللي هقولها دي تتحذر منها وتنتبه منها جدا جدا لما تيجي تتعامل مع موجود برج السرطان الحساس قوي 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 برج السرطان يا جماعة اعتبر وانا في طب هارسكوبس او واحد من الابراج المحتلية مركز متقدم جدا عندنا في القناة علشان كده بحب حي برج السرطان طيب برج السرطان من الحاجات اللي لازم تحضر معها في التعامل معي ان انت تاخد بالك من كلامك وايس قوي ان هو سهل قوي ان هو يزعل برج السرطان من الابراج الحساسة جدا جدا حساس يعني يعني هو طبيعته حساسة بيزعل بسهولة قوي سهل استوزازه جدا عصبي طريقة مش طبيعية فهو مش بتعصب بسرعة بس لما بتعصب بتبقى عصبيته صعبة جدا فحزاري ان انت تستفز برج السرطان لان انت لما تستفزه هتحس ان هو هيبقى ممكن يزعلك في عصبيته لان السرطان عصبيته بتجرح هو شخص طيب وشخص حنين وشخص جدع وشخص خدوم وفيه صفات حلوة قوي قوي بس اول ما بتعصب ما بيعرفش خلص يا جماعة يتحكم في عصبيته علشان كده مش عايزين نوصله لدرجة ان هو يعني يوصل لدرجة العصبية اللي تخليه تنرفز ويقول الفاظ مش كويسة ويعمل يرجع بعد كده هو نفس ويندم عليها يبقى ركزوا ان انتم متعصبوش برج السرطان ان العصبية بتاعته بتبقى عصبية قاتلة قاتلة يعني يعني عصبي بالزيادة وعصبي اوفر اوكي دي قاعدة رقم واحد قاعدة رقم اتنين برجة السرطان حساس يعني ممكن مشكلة صغيرة بيكبرها معروف ان هو دراماتيك دراماتيك يعني هو بيحب الدراما و هو دراماتيك ستاته ورجالة السرطان دراماتيك جماعة يعني بيكبروا الحاجات الصغيرة انت مكلم يبقاش قصدك اي حاجة خالص ولد في دماغك اي حاجة ويقعد يكبر 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 موضوع يبقى دي البلونة كده تي بس دبوس ادي كده وتعملوا الام مفاجر اوكي وتاخدوا بالكو جدا جدا من كلامكم انتم تعملوا برج السرطان عشان هو ممكن كلمة واحدة بس ازعالة واتضايق وتخليه مش طيقك ومش عايز اتعامل معك فركزوا لان هو من اكتر الاب راجل حساسة هو برج الخط بيتنافسه على المقدمة يقطعوا بعضهما الاتنين من كتر ما هما بيتنافسه مين يبقى حساس اكتر من اتنين برج السرطان كمان من الاب راجل ما بيحبش حد يدخل الكمفرد زونة يعني عنده منطقته كده ما بيحبش يدخل فيها اي حد هو فضولي جدا بس ما بيحبش حد يكون فضولي معي يعني هو برج السرطان من الاب راجل ما بيحبش حد يسأله اسئلة شخصية كتير ما بيحبش حد يدخل عنواتا في حياته الشخصية يعني حياة الشخصية بتاع برج السرطان خطة احمر فما تحاولش ان انت بالغصب عنو تقتحم حياته الشخصية لا لازم هو اللي دخلك بمزاجة هو اللي يبقى مقتنع ان انت تستحق ان انت تدخل في الكمفرد زونة بتاعته ويبقى هو عايز كده فعلشان كده هو اللي هيدخلك في الكمفرد زون بتاعته احذروا ان انتوا تدخلوا تتعاملوا مع برج السرطان بالطريقة دي ان انت تبقى عايز اعرف عنو تفاصيل كتير تسأله اسئلة كتير هم بيحبش الطريقة دي ميحبش اي حد يتدخل يعني يتدخل في حياته او يعني يعرف حاجات كتير عنه غير بمزاجه يا جماعة طيب من الحاجات برضو اللي لازم تحضروا منها وتاخدوا بالكم منها في التعامل مع برج السرطان هو ان برج السرطان من الابراج اللي بيحبش اسراره وتطلع برا يعني انت لو قالك سر وانت طلعته برا عمره ما هيثق فيك بعد كده فبرج السرطان بيحب يبقى محدش عارف عنو حاجة محدش عارف عنو تفاصيل فبالتالي ما بيحبش دي تفاصيله حده فلو ادلك تفاصيل وانت طلعت التفاصيل او الاسرار بتاعته برا عمره ما هيثق فيك تاني بتاخد بالك انت بتطلع اسرار السرطان امتى وازاي ومع مين ركزوا جدا يا جماعة في الموقت اللي انا بقولها دي الموقت دي مهمة جدا جدا وقاتلها مع برج السرطان طيب من القولول يا جماعة كلام ده مضبوط معاك ولا لا وثانية واحدة كده ورجعلكه عمول مع برج السرطان وهو انهم بيحبش النقد يعني برج السرطان مبيحبش حد ينتقده مبيحبش حد يعني يقوله عيوب او يتكلم عايف عيوب وهوب لانه هو حسي ثم يجب الان تطاقب برج السرطانا لما تنتقده من الخطوط الخمراء التي يجب أيضا تقوم بالتفاصيل في التعامل مع برج السرطان ANA يامه والدته لأنه برج السرطان الأبراجر اللي بيت ارتبط جداً بمامته وكماً الحاجة الثاني لازم اتفاج ببالكم في التعامل مع برج السرطان هي عيلته يعني عيلة البرج السرطان أو الناس اللي يحبهم خط أحمر لأنه برج السرطان بيحب ييسيكيوره وأنه هو يعني محدش يجي نحية أي حد هو بيحبه ساعتها هو هيدافع عنه زي ما بيدافع عن نفسه بالظبط هو بروتاكتف جداً مع الناس اللي بيحبها وبلاز كمان علته خط أحمر مرحبا ان البرج السرطان برج العيل. يعني يعني اشتركوا جدا وجدا في التعامل مع برج السرطان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا